السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في الشرح اللي فات ان احنا عملنا ايميل على الجيميل من تحت الصفر طيب هنيجي نتكى على كلمة الجيميل هنخش على الجيميل نفسه يعني هنخش على الرسائل بتاعت الجيميل طبعا احنا لسه بنستخدم المتصفح يعني احنا لسه بنستخدم المتصفح جوجل كوروم هنا بنعمل التالي كمان مرة حسنا وبعد كده بيبقى الاعدادات الافتراضية للجيميل زي كده بالزبط دي الاعدادات الافتراضية طيب اول حاجة هنعملها ان احنا هنوسع بس الصفحة كده عشان نشوفها نعمل نبقى شايفينها كويس مع بعض هنا في قيمة منسدلة يعني هنا في المكان ده المربع ده في قيمة هي دي منتجات جوجل احنا هنختار او الشروحات بتاعتنا هتبقى عبارة عن اليوتيوب طبعا في حاجات كتير نقدر نستخدمها يعني جوجل درايف ده بيدي لك خمستاشر جيجا مساحة هتقدر ترفع عليها مقاطع هتقدر ترفع عليها الصور الخاصة بيك طبعا ده الترجمة دي كل ده حاجات الصور حاجات يعني المنتجات نفسها بتاقي اللي الجيميل بيدها لك بشكل مجاني تمام احنا هنختار حاجة اسمها من جنب الصورة كده هنلاقي حاجة اسمها ادارة الحساب يعني احنا الوقتي في مربع هنا صغير هنا في المنتجات بتاعت جوجل لكن في القائمة دي هنختار اللي عليها الرمز بتاع الصورة علشان ندخل على اقدارة الحساب بتاعنا هنتكي على اقدارة الحساب عشان نبقى ماشيين بس خطوة بخطوة طيب هنا هتلاقي في الصفحة الرئيسية احنا طبعا اتكينا على العلامة بتاعت الصورة عشان نخش على اعدادات الجيميل هنيجي نمشي بس كده من فوق هنمشي كده هنلاقي حاجة اسمها الامان احنا بنعمل اعدادات الامان هتيجي تنزل هنا في المكان ده بيقولك هنا استخدام الهاتف للدخول غير مفاعل وهنا التحقق بخطوطين غير مفاعل لما هتيجي تعمل مثلا التحقق بخطوطين هتيجي تعمل البدء من تحت هنا هتيجي تعمل البدء هيطلب منك كلمة المرور كلمة المرور بتاعتك اللي انت كاتبها وبعد كده هتعمل التالي هتأكد معاه الرقم وهجي لك رسالة هيقولك تم تشغيل التحقق بخطوطين طيب تمام دي اول طريقة في الامان بتاعك يبقى احنا فين في الامان هنا في صفحة الامان هننزل بس تحت شوية كده هنلاقي حاجة اسمها البريد الالكتروني لاسترداد الحساب حاجة اضيف بريد الالكتروني تاني برضو هكتب كلمة السر يعني على سبيل المثالة هوت حاجة كده في المكان ده وهقوله اضافة بريد هضيف بريد تاني للجيميل محدش يكون عارفه ده بيكون لاسترداد الحساب يبقى احنا هنعرفنا في الشرح ده ازاي تأمن الجيميل بتاعك في حاجة اسمها التحقق بخطوطين وفي حاجة كمان اسمها اضافة البريد الالكتروني ده كان الشرح اتمنى ان يكون الشرح عاجبكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته